بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام وعلى رسول الله المبعوث رحمة المهدا في جليس كده بيبقى قاعد جنبنا واحنا مش واخدين بنا عارف زي ايه؟ زي ما تكون كده قاعد وانت دايما بتحب ان انت تسوق العربية لما حد يسوق الابن لما يسوق ومامته قاعدة جنبه او ابو قاعد جنبه اركن على جنب اعمل كده بطق شوية بلاش الطريقة دي الولاد بيتدايق بيتدايق ليه؟ عشان هو حاسس ان هو مش هو اللي سايق ده مين اللي سايق؟ الاب والام او حتى الزوجة لما تكون قاعدة جنب زوجة وهي شوية شوية ايه بقى؟ شوية بتحب السيطرة وبتحب ان كل حاجة تبقى زي ما بيقولوا كده under control الجليس النهاردة هو جليس السيطرة السيطرة وفي حالة بتحصل لدى الانسان كده ان هو دايما يبقى حاسس ان هو امانه هيحصل لما كل حاجة تبقى تحت السيطرة لو في حاجة مش تحت السيطرة يقلق ويحس ان الدنيا مليانة خطر ومليانة ازا وعشان كده هو بيحب ان هو يكون تحت السيطرة بس احنا ما نحبش الجليس ده لان الجليس ده بيتعبنا شويتين ثلاثة بيتعبنا ليه؟ الشخص اللي عايش بان حياته لازم تكون تحت السيطرة شخص عايش بانه بيصنع حياته وبيسيطر عليه الانساء من كده كمان ان هو فاكر ان الاحداث والمواقف هي اللي بتصنع له حياته يا انا ربيض يعني ايه اللي حاصل؟ مش ان الله سبحانه وتعالى خالقه كل شيء وان الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء لا هو بتلاقيه بيعيش هو حاسس بالتهديد من جواه طول الوقت خايف ان الرزق ما يكفيش خايف ان مكانته تروح خايف انه ما يتحبش خايف ان الناس تتعانوا في ظهره خايف من الغدر خايف من سوق الناس عايش خوف دايما وعنده بقى هاجس وحش قوي عنده وهم كده وهم خطر جدا واللي بيسيطر عليه الوهم ده حياته بالضيع اللي هو وهم ايه؟ ان فيه فرصة اخيرة الفرصة الاخيرة دي اذا انا ما جبتش درجة كويسة في السنوية العامة ودخلت الكلية اللي انا عايزها ايه اللي حاصل؟ الفرصة الاخيرة في الحياة ضاعت ولذلك ايه اللي حاصل؟ الشخص ده بيفقد معنى التوكل لو توكلتم على الله حق توقلي لنرزقكم كمان رزق الطير ما فيش توكل فتلاقيه بيجري وممكن يتخانق واوقاته يصارع وعشان يلحق يقتنس الفرصة الاخيرة سواء فرصة كسب او فرصة علاقة او رصيد عند حد ممكن يعيش مقاسي ضخمة وممكن يدسله على ستة سبعة عشان يقدر يلحق الفرصة الاخيرة وبيعيش حياته ويتعلم ويتطور ويتعب عشان بس يصنع امجاده حتى لو اضطر انه يرتفع على جماجي من الناس او الله وهو ماشي في الطريق كانه بيعيش وهو عنده اسكريبت هو عنده كده احلى ما في الحياة مش هقولك مفاجأتها احلى ما في الحياة ان تستمتع بتدبير الله لك احلى ما في الحياة ان تستمتع بالرحلة وتترك الله سبحانه وتعالى يقود هذه الرحلة لكن لما تحط اسكريبت ربنا تحط سيناريو ربنا وإن اللي حاصل فما تحسش بإيه الله لطيف بعبادي تحسش برطف ربنا انت حسن الحل ده ولا تحس ده تحس كتب ربكم على نفسي الرحمة مش قادر مش قادر انت عايز الاسكريبت ده يحصل ليه لانه ما حصلش اللي موجود في الاسكريبت ده يبقى يزعل يزعل من ايه بقى يزعل ان ربنا ما استجبلوش وما ادلوش الشغلان الفلانية او ما حصلش التريقية فلانية او الجواز التأخر يا النهارة بيضع على حكاية الجواز اللي تأخر ده والناس مش واخدة بالها ان الله سبحانه قال ومن اهياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجه اللي تسكنوا ايه يبقى هربنا اللي خلق الازواج مش انت اللي بتشوف دي بتحس كده بقى البنات تقولك ايه هم عمي في عينيهم مش شايفيني ولا ايه والتاني يقول ايه ده خلاص الدنيا يا خير بتمش لاقي واحدة تجاوزها لا انت مش لاقي نفسك اصلا انت مش عارف ربك انت حاسس ان انت تحت السيطرة وساعة ما تقولها تجاوز اتجاوز وناسي خالص خالص ان الاشياء بقدر الله وفي السماء رزقوكم وما توعدون ونسيت خالص ان كل واحد لان تموت نفس حتى تستوفي رزقه واجله فلما لقيت الحكاة مش لحت سيطرتك هو مين قالك ان احنا بنعيش تحت السيطرة انا دايما نقول لهم كده الحكاة مش under control حكاية under mercy احنا تحت الرحمة تحت رحمة الكريم تحت رحمة الودود لكن انت لما تجي تتكوك تعمل علاقة بينك وبين مولانا سبحانه وتعالى وتخلي علاقتك بينك وبين مولانا ان انت بتحبه لانه وبيحقق لك الامال فيبقى فيه وهم تاني مع وهم الفرصة الاخيرة الوهمين دولا لما بيدخلوا في قلب عبدي بيبوزوه الوهم الاولاني وهم الفرصة الاخيرة فيدوس على الناس ويعمل كل القباح ويجي وهم ايه محقق الامال انه وهم الاله محقق الامال فربنا سبحانه وتعالى لو محققه لش امله يبقى ازاي انا عبدك وانت سيدي ازا كنت متحقق ليش اللي انا عايزه ما وانا عبد عندك يبقى انت تتحقق ليش اللي انا عايزه ونفس الطريقة دي بتعمل مع ابوه ازاي يعني انت معايشني في المستوى الاجتماعي ده وازاي انت محققت ليش احلامي وكان فيه عقد بينه وتلاقيه دايما ايه اللي حاصل دايما حاسس بالوجع لا يكتر عنده التوجع والتصدع ودايما يقولك الحياة هدتني انا اتدمرت ويكتر عنده الفزع والجزع اربع حاجات بتحصل عند الشخص ده كسرت التوجع كسرت التصدع كسرت الجزع كسرت الفزع ومن اشكال ان الواحد عايش بانه تحت السيطرة حياة كده ظاهرة اخوانا اللي عندهم وسواس واللي عندهم قلق عارفين ده انه يبقى عنده قلق وتفكير زايد من اي حاجة يتغير فيها الحال يحس برك ويشيل الهم ويشيل الهم بترجع لا يستطيع ان هو ينام من اجله وساعات كمان من ظواهر ان الواحد عايش حياته تحت السيطرة انه يجلد ذاته عن كل خطأ سواء كبير او صغير حاجة تالتة كمان من الظواهر المهمة اللي بتحصل عند الناس اللي عندهم ان فكرة ان حياتهم تكون تحت السيطرة فكرة الوسوقية ان كل اراءه وكل اللي عارفه وكل اللي بيختاره متأكد انه هو صح بنسبة 100% عارف قارون لما قال لما نقل مولانا قول قارون انما اتيته على علم عندي انا فاهم كل حاجة وعارف كل حاجة حتى مفيش احتمال ان انا ممكن حاجة تيجي على غير اللي انا قلته ده وشوف بقى الحاجة الرابعة على الخمسة الحساسية ازاي ده بقى يا انا يا رب يضع الحساسية ازاي ده وسرعة انهاء العلاقات ينهي العلاقة كده ده قال لي الكلام ده ومراعاش خطري بس هو ما كانش قاصر ولو ليه ما قصتش هو مش عارف ان الكلمة دي بتضيقني اه طيب انت كمان ليه انت مش عارف ان الطريقة دي بتضيقه مش فاكر حديث رسول الله عليه وسلم لا يؤمنوا احدكم حتى يحب لي اخي ما يحبوا لنفسي وزيك دايما بقول للناس ان الشخص الحساس في الغالب بيبقى ظالم ظالم ليه لانه بيطلب من الناس اللي هم بيطبقوش على نفسه وبيطلب من الناس انه يتراعي اللي هم بيرعوش معاهم الحاجات دي كلها لما نعيش بان حياتنا تحت السيطرة كمان تكتر الاحباطات وتزيد الوحشة ويقل اكتر حاجة بتخلي حياة الانسان حلوة ويقل الرضا في قلوبنا لما نحس ان الحياة لازم تبقى تحت السيطرتنا يا سادة حياتنا مش بينا مش احنا صناع حياتنا ولا حتى حياتنا بالاحداث اللي بتمر على حياتنا حياتنا اللي بيصنعها تدبير الله لنا فتدبير الله هو الحياة اللي يجعلك تشعر بالامان هو ان الله سبحانه وتعالى يدبر لك ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير شوف دي كمان جمع دي مع دي أليس الله بكاف عبده جمع مع دي كمان الله لطيف بعبادي جمع دي كمان وهو معكم اينما كنتم الله نظر اليك نظر اليك ونظر لعلاقاتك ونظر لحياتك فدايما فاكر لما كانوا يقولوا لك كده عليك أمان الله انت عليك أمان الله فما تخافش فاكر كلام حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا أبو بكر ازاي ربنا جعل هذه العبارة نبراز في الحياة اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا لا تحزن وسيدنا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في السنة التفسير بقى العبارة المكملة لما أتى في القرآن والمفسرة لما أتى في القرآن ان الرسول الله قال ما بالك باثنين الله سالسهما يبقى كم مرة قلت ان حياتك انتهت اولا علاقة دي خلاص ما فيهاش امل ما فيش امل فيها وربنا سبحانه وتعالى احياه لان الله سبحانه وتعالى يخرجوا للحية من الميت بالعكس العلاقة دي هي اللي تجيلك بيها السعادة والوسع ويحصل وسع اكبر مما كنت عايشه قبل كده او يرزقك نعمة جديدة فالنعمة دي تيجي من عالم ما خطر على بالك كانها جاية من عالم ايه؟ عالم الجنة اللي فيها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ويرزقك ساعتها من حيث لا تحتسب وساعتها بتعرف ان الله سبحانه وتعالى يحبك هي ما تخافش ربنا بيغير عليك الاحوال علشان تعرف ان رزقك مش انت اللي بتجيبه ومعنى كده ايه؟ ان ربنا بيغير عليك الاحوال مش عشان يعذبك ربنا بيغير عليك الاحوال عشان يهذبك تبقى انسان مهذب تبقى انسان عندك ادب مع صاحب الحق مع صاحب الحق مع صاحب الدنيا ينفع ان انت الله يعطيك ثم تنسب العطاء لنفسك وعشان كده طب لما ربنا يعطيني انا ازاي يطمئن؟ تطمئن عشان صفات جماله تطمئن عشان هو عمره معاملك الا بالكرم هو انت كنت دفعت تمن اي رزق انت خدته هو الرزق اصلا ده كتب قبل وجودك فانت جاي دلوقتي بتخاف ليه؟ عشان سمعت نفسك الانبارة بالسوق وبتقولك رزقك لازم يكون محفوظ ولازم يكون تحت ايديك لكن احنا بنسعد لما الرزقنا يكون من السماء وفي السماء الرزقكم وما توعده فاحنا حسين بالامان ان سيدنا مش محتاج لنا او الله سيدنا لا يحتاجه لنا الله غني عن عباده فإن اللي حاصل فهو لا يحتاج لنا وفي نفس الوقت يعطينا عطاء ما اللي يخشى الفاق وعشان كده لازم نعرف ان من اكتر الاسباب اللي بتخلي الانسان يعيش بان حياته تحت السيطرة هو عدم فهم او نسيان حقيقة العلاقة بين السبب والنتيجة مفيش حتمية ما بين السبب والنتيجة يا ما ناس ذاكرت ما نكحتش يا ما ناس تعبت وما كسبتش ويا ما ناس رزقها الله سبحانه وتعالى بغير حساب مفيش علاقة حتمية ما بين السبب مش معنى كده ان احنا مش هناخد بالاسباب لا احنا عشان كده هناخد بالاسباب بس عنرفع ايدنا للوهاب حتى ما اخدنا بالاسباب حتى ما اخدنا بالاسباب لان ما فيش حتمية ما بين السبب والنتيجة اما الفي ايه في نعمة في ود في عطاء في بركة في فضل الناس اللي عادين وسمعيننا كلهم كانوا مرعبون ساعة كورونا مين اللي انجانا الله مين اللي خلانا عايشين في نعمته الله يبقى لازم نخطط ونسعى ونتحرك واحنا مرتحين البال مرتحين البال ليه لان سيدنا سبحانه وتعالى ضامل لنا العطاء لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها واجلا وفي السماء رزقكم وما توعدوه خطط واسعى وانت بتدوق جميل نعمه ازاي ربنا بينعم عليك مش ازاي انت بتصارع عشان تاخد رزقك رزقك لا يحتاج الى سراع وإلا هتعيش زي الايه زي الوحوش في البرية وفي الاخر خالص خالص مش هتحصل غير على رزقك اللي ربنا ادهه لك وعشان كده لازم تعرف ده طب تعالوا نشوف هنعمل ايه بقى عشان نخلص من اللي احنا بنعمله ده اول حاجة لازم كل يوم بيقى عندك ورد من الحمد على النعم اللي مالية حياتك يعني تعمل كده تتذكر نعم وتبتدي كده تذكر على الاقل مع كل صلاة نعمة وتحمد ربنا عليها على الاقل عشر مرات يبقى مجموع الحمد خمسين مر وياك سلام لو جعلت كل يوم في الصباح والمساء مئة مرة حمد على نعم حاضرة في حياتك وتشوف حياتك مليانة بالنعم اللي انت كنت بتسميها قبل كده بسيطة وهي مش بسيطة ولا حاجة اقولك عشان تعرف ان النعم مش بسيطة ولا حاجة شوف بسمة الطفل ممكن تعمل في قلبك ايه وانت خلاص غرقان في الاكتئاب ولا حضن من ابنك وبيقولك بابا انت وحشني انت احلى حاجة في حياتي يا الله تدوب حضرتك وكل الهموم تتساقط من عليك نعمة وانت مش واخد بالك بيها وعشان كده ملي عينك وقلبك من ودي الله سبحانه وتعالى وكرمه تاني حاجة لازم تعملها ساعد الناس اجعل في كل يوم من ايام حياتك خدمة لحد تشاهد فيها حنان ربنا وبيملأ قلبك بالعطف والشفقة والكرم فتحس ان ربنا بيحن عليك قبل ما انت بتحن على الناس ونحن اقربوا اليه من حبل الوريد فتحس بمدد ربنا وتحس ان ربنا سبحانه وتعالى ما ودعك ربك وما قاله تالت حاجة خلي عندك نفس طول نفس واستمر في طول النفس واستمر في حسن معاملتك واستمر في اخراج احسن ما فيك خليك كده زي زي العطر كل ما يمسه النار وكل ما تجيله شدة كل ما يطلع منه اجمل حاجة يبقى ايزا عيشوا ده وانشاء الله ربنا سبحانه وتعالى يبارك لنا واذا كان في حاجة صعبة عليك قول عشر مرات رب ادرك عبدك من عودته مددك بجميلي ما عندك رب ادرك عبدك من عودته مددك بجميلي ما عندك ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يكتب لنا الخلاص ونعيش ونستمتع بان احنا تحت الرحمة تحت اللطف تحت الكرم تحت كل جميل من الله سبحانه وتعالى فان الله جميل يحب الجمال فجمله قبلوبكم بالتعلق بالله والرجاء في الله سبحانه وتعالى وحسن الظن في الله هتلاقوا حياتكم مش محتاجة سيطرة لكن محتاجة زوق ومحتاجة نظر يا رب اجعلنا نزوق ودك ونرى جمالك في كل وقت وحين يا رب العالمين بعد الفاصل نلتقى بحضرتكم عشان نجيب على أسئلتكم اللي وصلتنا على صفحتنا صفحة بنامج ولا تؤسروا ولكن بعد الفاصل